فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام أعمال الكفار يعني قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه نعم الأول عيد ثلاثة أقسام قسم الأول ما علم أنه مشروع في ديننا مشروع في ديننا فهذا نفعله لأنه مشروع في ديننا ولو كانوا هم يفعلونه فنحن لا نفعله تشبها بهم وإنما نفعله امتثالا لديننا وقسم كان مشروعا لهم ثم نسخه شرع القرآن القسم الثاني كان مشروعا لهم ليس من إحداثهم لكن القرآن نسخه كاستقبال القبلة القرآن نسخ استقبال بيت المقدس فنحن ندور مع القرآن وندور مع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانوا يفعلونه عن شرع متبعين له في دينهم وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه وهذا القسم الثاني ليس مشروعا بحال من الأحوال لا أنه مشروع مستمر ولا أنه مشروع ثم نسخ وإنما هو من إحداثهم هذا باليقين أنه لا يجوز فعله لأنهم هم خاطئون فيه وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب وإما أن تجمع العبادات والعادات فهذه تسعة أقسام تسعة أقسام من ضرب ثلاثة في ثلاثة الثلاثة الأولى ما كان شرعا ما كان مشروعا في ديننا ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخ ما كان من إحداثهم اضربه بثلاث أحوال ما كان من باب العادات المحضة أو من باب العبادات المحضة أو منهما جميعا فهذه ثلاثة في ثلاثة تسعة أمور نعم قال فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصياء فهنا نعم ما كان مشروعا لهم ولنا نعم أو كان مشروعا أصله لنا أصله لهم ولنا هذا الأول ما كان مشروعا لهم ولنا نعم قال فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل أعيد أما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصياء ما كان مشروعا نعم في الشريعتين ما كان مشروعا في الشريعتين القديمة والحديثة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو كان مشروعا لنا ثم هم يفعلونه فنحن مأمورون بفعله عملا بشريعتنا في الحالين لأنه مشروع في ديننا سواء كان مشروعا في دينهم أو كان أو كان هم يتبعوننا فيه فنحن نفعله وذلك مثل صوم يوم عاشورة فإنه مشروع في جميع الديانات ديانة موسى والديانة محمد صلى الله عليه وسلم وكأصل الصلاة صلاة مشروعة في جميع الديان لكن تختلف صفتها الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهو مشروع أيضا وإن اختلفت صفته فهذا هو مجال الكلام نعم قال فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل تقع المخالفة في صفة العمل لا في أصله لا نترك الصيام لأنهم يصومون نعم لا نترك الصلاة لأنهم يصلون وإنما نخالف في الصفة فقط ولذلك شرع صلى الله عليه وسلم صوم يوم التاسع قبل اليوم العاشر من باب المخالفة هم لا يصومون اليوم التاسع نعم قال كما سن لنا صوم تاسعاء عاشراء نعم وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب نعم هم يصومون الصيام مشروع كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن نخالفهم في الصفة وهي أننا نؤخر السحور إلى طلوع الفجر ونعجل الفطر عند غروب الشمس لأنهم هم كانوا يخالفون في هذا فكانوا يبدعون الصيام غير بدايتنا وينهونه في غير إنهائنا ترجمة نانسي قنقر